انا الحقيقة النهاردة مش هبص لللي فات مش هبص لأي حد بيقول اصلت لعبت الدحيل كسبت الدحيل قالك الدحيل فريق ضعيف لعبت باير دميونيخ يعني لو كنا كسبنا باير دميونيخ انا كنت متأكد ان هم هقولوا على باير دميونيخ برضو فريق ضعيف مبارح كسبت بالميرس قالك اصل بالميرس ده يعني فريق ضعيف قوي انا مش ه... الكلام ده كله انا مش هرد عليه الكلام ده كله انا حسيبه في ظهري ومش هبص عليه أنا عندي حاجة أهم وهي فرحة جمهور النادي الأهلي عندي حاجة أهم وهي فرحة لعبة النادي الأهلي ومجلس إدارته وجمعيته العمومية وفرحة كل الناس الحقيقة من ساعة مبارح ملمطش خلص لغاية دلوقتي وحاجات غريبة جدا وتحليل غريب جدا بيحصل من بعد من لا يشجع النادي الأهلي كلهم رايحين في اتجاه أن أنت بتلاعب فرق ضعيفة يا سيدي أنا بلعب فرق ضعيفة ما عنديش مشكلة بس أنا بلعب في كاس العلم للأندية أنا روح تكاس العلم للأندية لسادس مرة في تاريخي أنا كل شوية حقولي الكلام ده يا جماعة كل شوية حنتكلم في أشياء غير منطقية بلعب في الدحيل قبل ما نلعب فريق جابت جدا وحيكسب الأهلي كسبنا الدحيل قال لك أصل الدحيل ده فريق ضعيف أي كلام بالميرس نفس الكلام قبل المطش ده الأهلي حياخد على تباغه من بالميرس بعد المطش مش احنا اللي بنقول كده طبعا ولكن بعد المباراة قال لك أصل ده مش قريب حتى من فرق أمريكا الجنوبية على أساس أنه هو كان بيلعب في حتة تانية لا هو كان بيلعب في أمريكا الجنوبية وخد هذه البطولة وفريق قوي جدا حاجات كتيرة جدا فنية هنتكلم فيها بس مش دلوقتي الحقيقة احنا دلوقتي غرضنا الرئيسي وهدفنا الرئيسي هو الاحتفال فرحة جمهور الأهلي وفرحة لعبة الأهلي الاحتفال والاحتفاء بما تحقق حضرتك مش هتقدر تهز أي فرحة حضرتك مجرد أن أنت طلع تقولك كلمتين دول أنا عارف أن أنت طلع بتقولهم ليه أنا عارف أن أنت زعلان ومتدايق وكل حاجة بس يا أخي افرح طيب أنا هقول حاجة وعالهوى عالهوى لو أي نادي في مصر وصل لكأس العالم للأندية وهذا النادي وصل أنه هو ياخد ميدالية في الثلاث ميداليات برونزية فضية ذهبية أنا أول واحد هطلع هنين ربنا يدينا ويديكم العمر يعني أنا معرفش إمتى ممكن يحصل كده ولكن ربنا يدينا ويديكم العمر فلو أي نادي في مصر عمل اللي عمله النادي الأهلي حطلع على الهوى وأمام حضراتكم وأمام السبعين تمانين مليون أهلاوي وهنين أهنين مش أقلب البرنامج عزة وتقطيع في الأهلي أنا شخصيا يعني تقطيع في أي حاجة لا أنا شخصيا زي ما بقول لحضراتكم أنا تعودت كده جوه هذا النادي تعودت على كده جوه هذا النادي الاحترام والأخلاق والمبادئ واسم مصر قبل أي شيء آخر اسم مصر قبل أي شيء آخر قبل أي حد قبل أي اسم آخر هو اسم مصر لكن للدرجات دي الموضوع صعب أنا عارف إن هو صعب وعارف إن هو ينرفز وعارف إن هو يعني يخليكم برضو قاعدين صعب بالدنيا عليكم شوية ولكن في النهاية أنا هحتفل أنا هتبصد أنا هحتفل بفريقي تالت العالم تالت العالم مش أي حاجة تانية مش مثلا لأ ومش عارف إيه لأ هي البطولة دي معناها إن الفريق اللي بيطلع التالت بيطلع تالت العالم هذا هو الفارق بين هذه البطولة وأي بطولة أخرى هحتفل وحتبصد وحفرقكم على الصور اللي كانت معنا النهاردة والفيديوهات النهاردة مش هتكلم في الموضوع ده تاني مش هفتحه تاني ممكن بكرة بقى نحاول برضو إيه نكلم في هذا الأمر شكرا